تعتبر زبدة الفول السوداني احدى مشتقات الفول السوداني التي يتم الحصول عليها عن طريق طحنه وهناك من يضيف اليها بعض المواد الاخرى كالسكر او الزبدة وهناك بعض التساؤلات التي تسيرها زبدة الفول السوداني خاصة عند الحديث عن فوائدها وهل هي تستخدم لزيادة الوزن ام لتقليل الوزن وهذا ما سوف نتعرف عليه تحتوي زبدة الفول السوداني على الكثير من المعادن والبروتينات والفيتامينات التي تجعلها مصدرا جيدا لامداد الجسم بالطاقة اللازمة ومن ثم تساعد على الشعور بالحيوية والنشاط ثانيا تحتوي زبدة الفول السوداني على حمض الفوليك الذي يعتبر مكون اساسي لتقوية وتجديد خلايا الدم ثالثا تساعد زبدة الفول السوداني على مقاومة بعض الامراض كمرض السكري رابعا تساعد زبدة الفول السوداني على زيادة الوزن واخيرا تعتبر مصدر غني بالالياف والدهون غير المشبعة تحدث البعض على ان زبدة الفول السوداني تساعد على تكبير المؤخرة والبعض الاخر قال انها تعمل على تكبير الارضيف ووجدنا بعض التجارب التي تؤكد بالفعل تلك المقولات ولكنه يمكن القول ان زبدة الفول السوداني اذا تم تناولها بانتظام وبطريقة مستمرة فهي تساعد على تكبير المؤخرة تحتوي زبدة الفول السوداني على عدد مرتفع من السعرات الحرارية التي تجعلها تعمل على زيادة الوزن حيث اشارت احدى السيدات عن تجربتها مع زبدة الفول السوداني انها كانت تتناول ملعقة كل ساعتين ولاحظت زيادة كبيرة في وزنها ويؤكد هذا الكلام كمية الصعرات الحرارية التي تحتوي عليها ملعقة واحدة من زبدة الفول السوداني فكل ملعقة تحتوي على مية صعر حراري اذا فتناولها باستمرار يؤدي الى زيادة الوزن هناك بعض الفوائد التي تسببها زبدة الفول السوداني للبشرة ومنها اولا تناول زبدة الفول السوداني يزيد من جمال وحيوية البشرة ثانيا تساعد على ترتيب البشرة ثالثا وقاية البشرة من الالتهابات الجلدية رابعا تستخدم فيه صناعة ادوات التجميل خامسا تعمل على نعومة البشرة وهناك بعض المسكات التي يتم استخدامها لترتيب البشرة باستخدام زبدة الفول السوداني ومنها خلط زبدة الفول السوداني مع نقاط قليلة من ماء الورد ووضعها على البشرة لخمس دقائق ويمكن استبدال ماء الورد بالعسر وعصير الليمون على حسب طبيعة استجابة كل بشرة للمواد المستخدمة في عمل المسك تسعى سيدة الحامل للبحث دائما عن الأطعام الطبيعية المفيدة لها وتحاول أن تتجنب الأدوية والمواد المصنعة وذلك للحفاظ على صحة الجنين وتعتبر زبدة الفول السوداني من إحدى الأطعام المهمة للحامل لأنها تحتوي على الكسيل من البروتينات كما ذكرنا سابقا كما أنها تحتوي على حمض الفوليك وهذا الحمض يعطيه الطبيب للحامل في الأشهر الأولى لتجنب تشوه المولود وتعتبر زبدة الفول السوداني مصدرا طبيعيا لهذا الحمض كما تحتوي على بعض المضادات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي وتحتوي على الألياف التي تعمل على تيسير الهض كذلك تحتوي على بعض الدهون الغير مشبعة وبالتالي لن تضرب وزن الحامل وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالحلقة وتركوا رأيكم في التعليقات